طب بعد انتهاء تطوير آلاف القرى هاي اختلف ازاي شكل الريف ومواطنية ساسا عبدالحالي؟ تختلف الحياة لانه كمان الريف ده ليس شيئا اخر منفصلا عن المدينة الفكرة الاساسية هي انهاض البلد ونهوض نسها يعني مهضة مصر يعني نهوض تتساوي نهوض المصريين فيش مصري منفصلة عن حال المصريين فانا ما اتكلم مثلا ان المشروع بيتضمن مبادرات صحية عديدة اطلقت كلها تحت عنوان مئة مليون صحة وان انت بتراجع مدى تنفيذ هذه المبادرات لما بتكلم عن مكافحة الفقر لما بتكلم عن مجمعات صناعية او مشروعات صغيرة او متنهية الصغر معتزم اقامتها في الريف الجديد لما بتكلم يعني بتكلم عن خل اجيال جديدة من المصريين اكثر ايمانا بفكرة الانتاج وفكرة العمل واكثر ايمانا وهذا هو الاهم عندي كما اردد دائما بفكرة ان البلد ده لن ينهضه الا العمل والعمل يساوي الانتاج فالتطفل سواء كان شكله سياسي او شكله اقتصادي او الانتهاز او غيره كلها قيم سلبية يجب بزحادة اوقن ان احنا لن نصل على الارض الى جنة حياة الدنيا وانه كل الناس تمام انا بتكلم هنا عن الخط الرئيسي الطيار الرئيسي للوجود الناس يعادل ترتيب هذه القيم التصنيع مع التحول الانتاجي هيخلق طبقة وسطة جديدة هي ميزان القيم في المجتمع فبكده يبقى عندنا اكتر من ضمانة ليست فقط ضمانة قائد مخلص وامين وصادق واسع الى تطوير البلد بل ضمانة في المجتمع نفسه قادرة على ان تشكل رمانة الميزان فيه فتدفعه الى مزيد من التطار هذا سبيل انعطاق مصر لان مصر مرت يا اخوانا قابر المتين سنة الاخيرة بفترات مهود متقطعة فتمهت شوية وبعدين تضيع اللازم محطة فيه اشتركوا في القناة